ما زلنا في تداعيات قصة إبراهيم العرجاني وزي ما قلت لكم كده في المقدمة دردشنا مصر راحت في حتة بعيدة خالص يعني يعني بغض النظر احنا بنفصل ما بين فريقين لو احنا فصلنا ما بين فريقين فريق هو واخد خط على طول الوقت كبعة الإقواء المسلمين وأنصارهم مثلا واخدين موقف خاص بسبب انه تم الإطاحة بيهم من الحكم وجامعة تانية مطبلطية ومنتفعين وبيقبضوا فلوس على كل بيقلوه وناس في النص كده بتشوف الحق فينه وبتروح فيه يعني حضراتكو يعني وارجوا انه كل منهم يعني محدش كان متخيل ان مصر ممكن تروح للمساحة دي يعني انت لو قعدت كده بغض النظر انه مصر راحت لمساحة انه الدولار بخمسين جنيه والكهربا ما بيجيش والأسعار هنشوف النهاردة وصلت المشمش بمية وخمسين جنيه او بمية تمانية واربعين بالظبط حاجة كده بشعة والقصة دي لكن كمان مصر على المستوى على مستوى البلد انه احنا كان عندنا بلطاجية طول الوقت بس ما كانتش الأمور كده كان عندنا عصباجية طول الوقت لكن ما كانتش الأمور كده كان عندنا مطبلطية طول الوقت لكن ما كانتش الأمور كده الحقيقة كان فيه جزء من التوازن يوحي لك بأن هناك دولة لكن ما جرى هو القضاء التام على فكرة الدولة هو تصدر المشهد أقبح من فينا يعني الكلام ما بقوله ده طلع الفريقين وخليه يمر على الجزء الأعظم من المصريين هيقولك الكلام ده ما حقولها تبقى عندنا يعني أنا قريدت كلام نطيف جدا على فكرة طبعا هاشتاج الترند النهاردة في مصر إبراهيم العرجاني رئيسا لمصر فقال لك الله إبراهيم العرجاني برئيس مصر ويجي صبري نخنوخ وزير داخلية عادي جدا عادي جدا ده كان الترند رقم واحد في مصر العرجاني رئيسا لمصر فتخيل بقى قالك وإيه ويبقى صبري نخنوخ وزير داخلية ويبقى مصطفى باكري وزير خارجية وإحمد موسى وزير إعلام ومحمود بنجو وزير شباب كده يعني ونختار شوية كمان من الأسماء بتبقى دي مصر بقى مصر الجمهورات الجديدة بتاعتهم فالحقيقة المشهد يبعث على التشاؤم الشديد والإحباط الشديد مصر عمرها ما كان كده عمر مصر عمرها حتى جيشها ما كانش كده جيشها عمره ما تحرد لهذا الكام من الإهانات وسكت جيشها كان فيه كلام كتير جدا وكان فيه رجالة عظام كتير جدا مش عايزة جيب أسماء عشان ما انساش لكن عبد الملع مرياضي اللي استوش داعنا اللي جابها ساعدين الشازلي الجمص اللي رفض ينزل الناس الجيش عشان يقمع المتظاهرين في 77 أحمد بدوي اللي السادات اغتاله عشان بيروح في قصص مش بتاعته عندنا رموز كتيرة في جيشن الحقيقة لكنه الأمر يصل إلى هذه الدرجة ده أمر الحقيقة شقة على النفس جدا أمر شقة على النفس جدا انتو مجبتوش تويتات يا جماعة من الترند ده الزمل مرضوش جيبوا تويتات مش عارف ليه كان الهاشتاج ده فيه تويتات عجب الهاشتاج بتاع العرجاني رئيسا لمصر ده فيه تويتات عجب طيقرى الناس اللي بتسخر الناس اللي بتتريأ الناس المتشائمة الناس كلها بتصب غضبها في هذه المنصة ما هي منصة اكس الوحيدة ده الناس اللي تقدر تقول فيها اي حاجة فالأمور الحقيقة في مصر الحقيقة سيئة جدا 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 الاستاذ امور الهواري الكاتب والمفكر المحترم علق على الكلام اللي بيتقال وهو ان المصريون قلقون قلقا شديدا على مستقبل بلدهم بعد التصريحات الغريبة المريبة عن اعتبار كيان عام فصيلا من القوات المسلحة او كيان غامض الشعب هو ملك القوات المسلحة ومن حقه ان يسمع بيانا رسميا يضع الامور في النصاب الحقيقة ده كلام بقايا النخبة المحترمة والحقيقة مكادش محتاج الموضوع كده يا جماعة يعني انا لا اعرف لماذا يصر النظام على كسر كل يمكن ده عن تعمد على كسر المساحة التي ما زلت باقية بين الشعب والجيش فيه مساحة لسه موجودة رغم كل التجاوزات دي لكن فيه مساحة ما عرفش النظام متعمد كسر هايز المساحة ليه الامر لم يكن مكلفا لا على المستوى السياسي ولا على اي مستوى حكاة بسيطة خالص طلع الكلام ده مصر كلها بتتكلم مصر كلها بتتكلم في الموضوع فسهلة جدا يعني لا ادري ما الصعوبة في ذلك يطلع المتحدث العسكري ببيان اننا لا نعتبر كذا 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 وان هذا الكلام لا يمثل القوات المسلحة القوات المسلحة هي المؤسسة الرسمية الوحيدة التي حق لها حمل استلاح في هذا البلد ولا ان تسمح بتكوين اي نوع من انواعها شبه العسكري ولا لا 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 كده كلمة ايه يطلع يحطهم متحدث على صفحتهم الموضوع خلص ما تفهمش فيه تعمد وانا مش عارف هم مش واخدين بالهم ولا هم يعني انضغط عليهم ولا هم الجنيه غلب الكرنيه والمصلحة خلاص فاقدي ما انتقاد يعمل اللي انت عايزه المسألة ما تحتملش الحقيقي يعني انا شايف على المستوى السياسي انها غير مكلفة بالمرة اه الجيش ميتعش رد على مصطفى بكري انت بتردش على مصطفى بكري انت بترد على الرأي العام المصري كل اللي بيتكلم فالحقيقة المسألة غريبة جدا 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 السيد احمد سيد النجار كتب ما يسمى اتحاد القبائل العربية كارثة حقيقية وعمل يمزق وحدة الامة وينحدر بها لمرحلة ما قبل الدولة الدولة الحقيقية هي مرجعية مواطنية الوحيدة وليست التكوينات الاجتماعية الادنى العائلة والقبيلة والعشيرة التي من المفترض ان تنصهر في اي دولة حقيقية الاشراف الحقيقيون في هذا البلد هم المفترض معلش السطر الرحمن الاشراف الحقيقيون في هذا البلد هم المصريون والشرف الحقيقي هو الانتماء لهذه الامة العظيمة بكذرها المصرية القديمة التي تشمل الغالبية السحقة الكاسحة من المصريين الذين اكتسبوا اللغة العربية وصاروا قلبا وقيادة الاقليم العربي هم الاشراف الحقيقيون في هذا الوطن ومعهم وإلى جانبهم كل الذين وفدوا إليها من الخارج من صحراء شبه الجزيرة العربية. طيب الكلام ده كذبه أحمد سيد النجار. وأحمد سيد النجار لمن يعرفه هو خبير اقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام. سادقا طبعا. ما شكرا بقولك يعني أنا مستغرب من أداء المؤسسة العسكرية. أنت ما بتتكلمش على مصطف بكري. أنا متفهم إنه الجيش بهذه المؤسسة الكبيرة ما يطلعش رد على واحد هو شغال صبري عندهم يعني. لكن انت مش بترد على الصبري. انت بترد على كل هذه النخبة التي تحدثت. وعلى الرأي العام المصري اللي ملوش حديث في اليومين دولغل الموضوع. فتطلع تتكلم بالضبط زي ما حصل ساعة حدسة ساعة حدسة اه احنا نسينا أصلا فاكرين حدسة مدينتي هو الضابط عملي بتاع مدينتي صحيح. كان خد حكم ابتدائي ولسه في استيناف أخباره ايه؟ و الضابط الطيار برضو بتاع المنصورة فاكرينه؟ برضو الناس قاعدت تغني كده و بقول لك زي ما يكون فيه تعمد من النظام للفجوة بين الشعب والجيش تزيد. لصالح مين؟ لصالح دولة طبعا لصالح الميليشيات. ما احنا دلوقتي عندنا وزير دفاع ابراهيم العرجاني ووزير داخلية صبري نحنوخ. اللي هي بيسموها كده حقائب الظل او وزارات الظل. انت عندك وزير دفاع بجيشه ابراهيم العرجاني ووزير داخلية بقواته صبري نحنوخ. فهناك تعمل يعني انا بقول للمرة التالتة ما هي؟ ما هو الضرر السياسي الواقع على المؤسسة العسكرية؟ انها تخرج ببيان تنفي فيه هذه الاشياء من اول لحظة. ما تستناش البيان يتلعب بكرة بقى بعد ما الناس اتنفخ اربع خمس ما هو الضرر السياسي الواقع على المؤسسة العسكرية من انها تطلع بيان تبلر الناس؟ شيء عجيب جدا. السفير فوز العشماوي للأسف الشديد كل ما يحدث يجعل من اي اصلاح او تغيير تدريجي امرا مستحيل. ويترك المجال فقط للتغيير الجذري المرعب المخيف. الذي لا يمكن ابدا التنبؤ بمداه وكلفته وضحيانه. ده طبعا كلام سياسي عميق جدا. وانا مش هدخل في القصه دي فكرة التغيير التدريجي. اصلهم ما كانوا بيقولوا. كان بعض السزك زي قلتلكم من يومين كده. بيقول لك اصف في الولاية الجديدة هيعمل تغيير ويغير الاشخاص ويغير السياسات. ويفتح حرية الاعلام ويفرج على المعتقلين. لا يمكن. لا يمكن. لا يمكن لهذا النظام ان يغير جلده. هو عنده قناعة. يا جماعة انت ما بتسمعش كلامه. هو طلع مع يوسف الحسيني. لما طلع يرد على الاستاذة الجميلة اسماعيل. طلع قال كده. نصا يا جماعة. دي قناعة السيد اللي بيدور الدولة. اللي مفيش خرم ابرة في البلد بيمشي غير برأيه. قال انا شايف انه الاعلام يجب ان يستمر عشر سنين كده. كده يعني ايه. يعني بتليفون السامسونج. يعني لا يقال الا ما نريد. دي قناعته الشخصية. شايف الاعلام يمشي كده عشر سنين. وشاف ان البلد تمشي كده عشر سنين. ففيش فيش تغيير تدريجة يا سيد السفير. تغيير الجزري بقى اللي بيقصود سيد السفير اللي ايه. خروج الناس. جماعاتا وافرادا. الله اعلم تكلفتها زي ما بيقوله. لكن انا زي ما قلت في المقدمة. حتى مع خروج الناس. تظل. شراز من هذا النظام. باقية الفترة. لانه انت شعابه في المجتمع. الملايين والمليارات اللي بتتريمي كل يوم. بتعمل انصار. بتعمل آآ 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 التراس خاص بكل حد. الدكتور ايمان نور قدم بلاغ للنائب العام من حزب غد الصورة في السيد مصطفى بكري. قدامك اوه على الشاشة. يحزر حزب غد الصورة مشدة من خطورة التصريحات الاخيرة اللي هي خاصة بالسيد مصطفى باكري. والدكتور ايمان نور كاتب السيد مصطفى باكري. عشان هو الدكتور ايمان نور راجل مؤدب وبيحاول ياخد صيغة سياسية محترمة. خليها برضو السيد. ما يجراش حاجة. والتي يشير فيها لاعتبار هذا الكيان الهاجين جزءا من القاتل المسلح. يعبر حزب الغد عن بالقلق اذا هذا الخرق الدستوري الخطير والغير مسبوق. يؤكد الحزب ان الدستور وتحديدا الفصل الثاني المادة متين اللي احنا قرأناها قبل كده. لو بيحضر تشكيل اي تشكيلات مسلحة او ميليشيات او قوات موازية. نحن في حزب الثورة نشدد على الشفافية والمساءلة ومرقنا الحكم الرشيد. وندعو الحكومة المصرية الى تقديم توضيح رسمي حول هذه المسألة في اسرع وقت. ويعتبر اه ويعتبر حزب غد الثورة هذا البيان بلاغا منه مقدم لسعادة النائب العام. اه دكتور اي من يتحدث وكأن البلد مازلت فيها دولة. او ده طبعا دور السياسيين. وانا على فكرة عضو في هذا الحزب يعني. اما زلت يعني. لكن يعني قد يكون لها استخدام بعض الالفاظ الخاصة بي انا كاعلامي يعني. الحقيقة ليست هناك دولة. ليس هناك نائب عام. النائب نائب خاص جدا جدا جدا. نائب عديق. تعرف لما تعمل خطوب عديق هما نائب عديق. نائب خاص جدا. مؤسسات الدولة الحقيقة للأسف. لا تستطيع ان تقوم من مكانها. انتو عارفين بتشوف السيسي دايما لما يبقى رئيس وزراء مصر. هو وزير دفاع مصر. واقف ما يقعدش غير لما السيسي يقوله تفضل لا قاعد يا محمد. قاعد يا مصطفى. قاعد يا كامل. فانت عارف يعني انت عارف دي. ده مش فعلي اعتباطي. يعني ده مش بغض النظر عن ان الراجل عنده نرجسية عظمى. لكن ده برضو بيوصل رسالة انه مفيش حد بيقعد ويقوم في البلد دي غير بامري انا. مهما كانت مكانته. رئيس وزراء مصر. قال له انا دكتور. انا دكتور. انا دكتور يا فاند. بقال له دكتور على نفسك يا كلب على زنزانتك. فانت رئيس وزراء مصر على نفسك يا مصطفى امشي. اه مصطفى محمد اه معيط اه كامل اي حد بيفضل واقف ان شاء الله يسيبه ساعة. يعني هو لو انشغل او عمل نفسه منشغل لمدة ساعة يفضل التاني واقف. مع ان السن بقى يعني ما يسمحش بالوقفة دي. لكن هي كده. هي الرسالة كده. الرسالة انه مفيش حد بيقف ويقعد في البلد دي الا بازني. فتقديرا للي كتب الدكتور ايمد. لكن الامر الحقيقة مختلف تماما. في مثل. هقوله بس هقوله كده يعني. وعدهول يعني. بيقولك لا تصحب العبيط. ولا تخلى العبيط صاحبك. لما انتفضت او انتفضت تليفون السامسونج عشان يدافع عن ابراهيم العرجاني. ويحاول يعمل رأي عام ضد الرأي العام الكاسح. اللي بيمثلوا المصريين كلهم. واحنا جزء كبير منه يعني. فطلع لنا كام واحد كده يتكلمه في هذا الموضوع. منهم الست اسمها اسمها قصواء الخلالي. الحقيقة انا مش متقايق وهي ست دي. هي الست دي. الحقيقة انا مش مهتم قوي بالاعلمين في مصر. لانهم على يقين الحقيقة من غير اي. على يقين انهم غير بؤسرين بالمرة. ما لهمش اي تأثير. وهم عارفين كده. وتليفون السامسونج مشغالهم عارف كده. قلتلكوا الكلام ده قبل كده قلتلكوا. هم بيعملوا حاجة اسمها نظرية ملء الفراغ. لانه عايز يشغل حتى لو خد عشرة من هنا وخد خمسة من هنا. لازم يبقى فيه صوت يومثلهم. ولازم يملأ هذا الفراغ. لانه لو ساب الفراغ ده هي تمدد فيه حاجات ضدهم. فما بشغلش نفسي مبعفش يعني. فلقيت مبارح الفيديو بتاعها. مبارح بالليل بعد وخلصت الهوه انا تعبان كده والله مفيش فايدة في ايه. قعدت اتفرج فلقيتها بتقول كلام. عشان كده قلتلكم المثل. لتصاحب العبيط ولا تخلي العبيط يا صاحبك. كلام عجيب جدا. طب بص بص انا هقولك على حاجة. خليها نسمع الاول. هي قالت ايه? ونرجع نفك مع بعضنا شواء قصو برضو ايه الحلقة بتبقى رخمة وبتقى هيبقى لطيفة شواء نفك مع بعضنا شواء. نشوف قالت ايه عشان تبرر الفلوس اللي عند إبراهيم العرجاني جات من اين? موضوع هي الفلوس جات من اين? الفلوس العرجاني جات من اين? المش عارفين الناس برضو مش عارفة طبيعة هذه المناطق الناس مش عارفة ان المناطق الحدودية الناس فيها يعني مليانه خير مليانه خير يقولك من ايه ندلق ده احنا كنا بنروح نشتري الجمال والغنم والمش عارفين الناس مش عارفة تستثمر في ايه? كان ادخن واحد بعمر كان بيزرع شعير وبطيخ انا بكلمكم على المطروح وسينا كذلك زاتون ولا مش عارف ايه? قالت ايه بقى? قالت المناطق الحدودية مليانه خير خير ايه بقى يعني ايه اللي موجود في المناطق الحدودية اللي هو مليان خير اللي يخلي الناس تغتيني هذا الغناء الفاحش يعني الحقيقة يا جماعة كل مشاكلكوا تحلت اي حد مصري فقير معدوم خد بعضك ويطلع على المناطق الحدودية اهي? الست قاسوا بتقولك انا من مطروح وعندي من مناطق الحدودية يعني فواضح ان المناطق الحدودية دي اي واحد فيكو حالته المادية وحشة ياخد بعضه يطلع على المناطق الحدودية في اخر كتير احنا مش عارفينه ايه بقى يعني ابار بترول؟ ماناجم دهب؟ غاز طبيعي؟ ايه الخير؟ اللي في المناطق الحدودية ايه هو؟ تكونش تقصد التهريب والمخدرات؟ طب وده كلام تقوليه عشان تبرر للمصيبة السوداء دي؟ ده كلامي بترد الرجل في ده يعني؟ خير ايه يعني؟ ايه هو الخير اللي في المناطق الحدودية؟ ما هو سؤال كده بتاع ربع ابتدائي؟ ما هو الخير الموجود في المناطق الحدودية؟ الذي يجعل رجلا مؤهل دبلوم صنايع يتحول الى مهندس ثم يتحول الى ملياردير؟ ما هو؟ علل فصر اختار ما بين الاقواس تهريب المخدرات استغلال معبر رفح ان يكون غطاء لاموال الغير؟ الاجابة كل ما سبق الناس ده عبيطة الناس ده عبيطة يعني الكادلك موديول 24 دي ها؟ كل العربية مش بتاعته هو بس ده الموكب والحراسة والدني وعلى فكرة الاغنية الاكثر تأثيرا دلوقتي في مصر اه؟ ايه اشهر اغنية دلوقتي اوسف؟ ايه اشهر اغنية؟ عاشب وعصاب شيخنا الشيخنا لايه؟ شيخنا الاسد الضرغام عاشب حلوة لطيفة جلنا الناس عمشة في الشرق تقول عاشب وعصاب شيخنا الاسد الضرغام انت عبيطة يا بنتي؟ طيب راجع الكلمتين قبل ما تقوليهم عشان ما يورطكيش بص يا اسم ايه؟ بص يا قصواء اخسر الاسم القصواء دي لقت الرسول صلى الله عليه وسلم بص يا قصواء انا يا بنتي راجل عجوز كده هقولك يا بنتي انا يا بنتي ما بتكلمش في المسائل الشخصية يعني مثلا مش هقولك انت بتجاوزة مين وليه ما بتقوليش انت بتجاوزة مين مثلا ولو اني دي مش مسائل شخصية لاني اللي انت بتجاوزها هو اللي اعادك هنا وخلاك المزيع الرئيسية في السي بي سي وبيديك 300 ألف جنيه ايام ما كانت دولار بخمستاشر معرفش دلوقتي بقت بقت مرتبك وانت الوحيد عندك عربية توصلك وتجيبك كل انت يزدي عشان انت بتجاوزة مين يعني لكن دي مش قصتي انا ما بتكلمش في المسائل الشخصية ولو انها بقولكم الشخصية لانها منتفعة منها لكن يا جماعة يا نظام العظيم اذا اردتم ان تخرجوا كوادر يعني مش هقول استنظفوا استعقلوا شوفوا مين اللي عنده قدرة على التحكم في الفاظه مين اللي عنده قدرة على طرح ما هو الشيطان ده شيطان بيطلع بيجمل لك الباطل ويخليزها الفل ففيه شياطين الانس وربنا قدمهم في القرآن عن شياطين الجن فطلعوا لكم ناس تعرف تضبط الالفاظ تعرفي بي عندها قراءة رؤيا مش تطلع مصطفى باكري لبسكوا في الحيط بفاصيل و تطلع دي طلع تطلع الراجل انه اي حد في الحدود هو بيتجر في المخدرات والتهريب وإلا من ايه الخير الحدود ايه شوية الزرع اللي بزرعهم هو دي الخير يعني شوية لو فيه زراعة على كلامها كده لو فيه شوية زراعة في الحدود هم اللي هيقولوا براهيم العرجان ويخليوا عنده 33 شركة وطائرات خاصة ودينة راحة وجاية فيا جماعة الله يكرمكوا نصيحة اوه انا بنصحك اوه الاخ اللي مسكتليفون السامسونج يعني ايه تجاوز شوية عن فكرة المجاملات ممشيها المجاملات اختار يا جماعة اعملوا اعملوا كوادر ناس عقلة اعملوا ورشة بصة هقولك هقولك تعمل ايه بص انت بسكير هتعمل ورشة عمل كبيرة تختار فيها مثلا الف واحد وتبدأ تعمل تصفيات من الالف دول انت المستهدف بتاعك عشرة هتعمل تصفية من الالف واحد دول على عدة مراحل معلومات في القلاقات العامة اختبارات نفسية اختبارات للسبات الانفعالة اختبارات اجتماعية شوية حاجات كده وتفضل تعمل فيهم تعمل فيهم لحد ما تصفى على عشر اشخاص تبدأ بقى تركز فيهم هتطلع منهم اتنين ثلاثة اربعة هيبقى عملت كوادر لو الحكاية دي عملتها من 11 سنة كنت زبطت معاك لكن انت بتطلع علينا الناس دي تقولي الكلام ده خيبة على رأي صراحة السعداني في الالحلمية خيبة الله عليك خيبة الله عليكم طيب انا مش هرد على فكرة المناطق الحدودية بتعمل ايه اللي بيعيش في المناطق الحدودية الان على الشيوية انا اخلي واحدة من اللي العيش في المناطق الحدودية هي اللي ترد على هذه السيدة بترد عليها منزملوت الناشطة الحقوقية المعروفة السينوية بترد بتقولي ايه مليانة ايه يا حسائل هي الست ق Souarek Valentine فردت عليها مليانة ايه قالت لها مليانة ملوخية خاضرة ونشفة وطبعا كلكم ولا حد فيكم مش عارف يعني ملوخية خاضرة ونشفة لو فيكو حد مش عارف اقوله ملوخية خضرة وبتتنشف وبتتحط في اسمه يا شباب اسمه جوان صح جوان كده بتحطي لو انت مش عارف ماليا لهم يا ملوخية خضرة ونشفة وقصواء وبتتصدر لإسرائيل يا قصواء وفيها جنود وشباب مصريين ماتوا على الحدود بسبب الملوخية قصواء ليه الملوخية موت ليه يا ترى ماتوا بسبب الطشة لا الملوخية هنا ليه لمخدرات يا استاذ عشان بس ما نقعدش نلف ونظور الملوخية هي المخدرات اللي الاستاذة قصواء بتقول ده فيها خير كتير فلبست الرجل المتاجر مخدرات على طول وش يعني اللي هو كمحبوس فيها أصلا وتعاملت فيلم اللي بتلكوا فيلم المصلحة الناس بعتولي اسمه فيلم المصلحة بتاع احمد عز واحمد الساقة بس احنا بننسى مش بننسى الحقيقة احنا في الآيام السوداء ربنا سبحانه وتعالى يجعل ايامنا كلها بيضاء بس في الآيام الصعبة دي اللي هو تحول فيها هذا كان اسمه احمد عز مش عارف كان اسمه ايه سالم وتحول فيها اله هو الرجل الثالث او الرابع في مصر الان شباب مصريين ماتوا على الحدود بسبب الملوخية قصواء وخير الملوخية واصلت ضباط في ربوع مصر يا قصواء في ناس بتنتفع طبعا من هذه الملوخية ولكن دي اموال الدولة مش امواله يا قصواء هو كنبارس يا قصواء زي حضرتك بالضبط كده انتي وعمو بكري يا قصواء الحقيقة الرد فعلا رد جازم وقاسم وحازم مش محتاجنا رد بعدها عشان كده بقولكو بس هي بنحص الوحيدة انهم يا جماعة يعني انتو اديتوها الاذا قالتلكو انا عارف اللي بيدور في الغرف المولاقة بتوقعوا يعني انا هتكلم في الموضوع ما تقلقوش علي وهجيب مثلا سيرت قصرة الرئيس لانها رمتك المتين دولة انا اتفرجت على الفيديو كله عشان اشوف الست دي بتقول ايه والكلام على انهم بيشتغلوا باموال قصرة الرئيس بترميها كده عشان ايه قال يعني اتكلمت في حاجة وبعدين تقول ايه وانتو كمان بتقولوا انتو مبتنتقدوش الرئيس ليه هو انتو سيبتو الرئيس سيبتونا حاجة في الرئيس نانتقدها هو الانتقاد لو انا انتقادت انت مفيش تانتقد ايه بقى انا خدت هو هو برطمان عسل انا خدت كله انا انتقد وانت انتقد من وجهة نظرك لكن انت عارفة زي ما قلتلك مولا انت كن برس يا بنتي وانت عارفة كويس جدا المساحات اللي تروحيلها ايه والمساحات متروحيلهش ايه انا بقى عايش في الدولة التركية هنا ضيف وبانتقد كثير من من تصرفاته لان هي الحرية والعزة لا يقدروا بمال ولو يشتروا بثمن اما انت عيش حرا واما انطرد ان تكون ذليلا ولما انطرد ان تكون ذليلا بيع بقى بيعها تستاهل بيع بيعها تستاهل فالست القصوات دي طلعت لطيفة جدا وقعدت اسمعت الفيديو يا ظهري سويد يا ظهري سويد زمان اللي مشغل التلفون السامسوك دلعت عمال يعمل كده ويعمل كده وتقول لك ايه لا وهم بيقولو لنا ايه بيبعتو لنا رسائلة عالتليفون هما فاضيين عادين على هوا يبعتوا دي شغلتهم يا بنت مدقي شغلتهم يبعتلك رسائلة عالتليفون انت نسيت في ضيحة مرسل من تليفون سامسونج ولا ايه يعني انت انسيت الحاجات دي دي حاجات على شاشة على نفس الشاشة على فكر على شاشة سي بي سي دي طلعت الموزيئة قالت مرسل من تليفون السامسونج الراجل اللي يظهر غير تليفون سامسونج واشترى ايفون دلوقتي بيكلموا بني قدمين بره الدنيا بيكلموا بني قدمين بره الدنيا لأ والغريب بقى مبارح قلتلك ايه قلتلك وده ابراهيم العرجاني ده ضحى بابنه شهيد ابن مين اللي شهيد يا وليه ابن مين اللي شهيد ابنه عمل حادثة ومات حادثة عربية شهدة بس مش مش شهيد يعني ابنه عمل حادثة عربية ومات عشان كده اول معياله عمله حادثة عربية تاني هو عنده عقدة اول معياله عمل حادثة عربية خد بنته اللي اسمها تيبه وش طار بها على اسرائيل بيكلموا مين بيخطبوا مين بيخطبوا بني قدمين تعقل تسمع وتعقل قالوا لو كنا نسمعه ونعقله ما كنا في اصحاب السعير بتخاطب بني قدمين بتسمع وتعقل يا سيد انا قلت بدل المره مليون مره لا تأخذ خطابي ولا خطابهم احنا طبعا خلصنا منهم من زمان معركة الوعي خلصت احنا انتصارنا عليهم انتصار صحيح قال ولا قيمة ولا تأثير لهم لك انا بقولك في العموم اقولك اي حاجة انت عندك ربنا خليلك عقل وحسبك هيحسبك شوف كلامي صح ولا لا لا احنا وصقين في عماد لا ما تصخش في عماد يا سيد شوف كلام اللي بقولولك صح ولا لا دور وراه يبحث الحقيقة بيقوله كلام عجيب جدا جدا عملتيه بعد ما خلصت القصة دي بقى جابت المعلم مصطفى بكر او السيد مصطفى بكر زي ما الدكتور ايما نسماه اللي هو المهنة في بسبور السفر مصطفى بكر دي بقت مهنة ومهنة من قديم الازل يعني المهنة مصطفى بكر تجابته ده معناه ايه يا جماعة؟ معناه انه الدولة النظام يعني ستفرق ما بين الاتنين ان النظام خد استراتيجية انه يدافع عن موقفه عن طريق ازرع الاعلامية زي ما قلتلك كل ازرع الاعلامية والعالم ستريحه على السوشيال بس لكن هو لا وزي ما قلتلك هذا التصرف بالنسبالي وخاصة مع المؤسسة العسكرية لا يعني الا انه بيزيد الفجوة بقى بين الناس والجيش بس فجاب مصطفى بكر بقى عشان ايه؟ يدافع ويحكي الحكاية فهنا مصطفى بكر يتحدث عن كيف بدأت الشركات ما قالش بقى ايه؟ للمناطق الحدودية فيها خير كتير يعني الهبل درجات فطلع بالدرجة تانية من الهبل اسمحها قال ايه؟ في النهاية انا كنت بتكلم عن اتحاد قبائل سيناء تمام وقلت ان اتحاد قبائل سيناء كان بيواجه الارهاب وهذا الاتحاد اعتبره اعتبره فصيل من فصال القوات المسلحة اعتبره بمعنى انه ليس فصيلا مسألة اعتبره ان هذا الاتحاد كان بيمارس دور في مواجهة الارهاب خلف القيادة المسلحة خلف قيادة القوات المسلحة خلاص احنا اخلصنا من القصة دي مبارح وعرضناها وعرفنا انه بجابه ورا وطبعا انا مش عايز اقولكو مصطفى بكر يتعامل في ايه؟ انا مش عايز اقولكو مصطفى بكر يتعامل في ايه؟ في التليفونات يعني فمطلوب منه انه يطلع ينفي كل الكلام ده ويشوف له مخرج فهو شف له المخرج المنايل ده اللي هو فكرة انه كنت بتكلم عن اتحاد قباقل سيناء انت ما هي؟ هيا يعني ما عليه ده؟ اتحاد القباقل العربية جمعية خيرية ها؟ هنوزع زيت وسكر لكن اتحاد قباقل سيناء ده جمعية عسكرية فيها سلاح فانقيت ايه؟ ما هو إبراهيم العالجاني رئيس ده وإبراهيم العالجاني رئيس ده بس انت هنا وسعت القماشة شوية وزا ما قلت لكم أصغر ظابط في الجيش عارف مين اللي قاتل أحمد منسي وأصغر ظابط في الجيش عارف اذا كانوا سلموا سلحهم ولا لأ لا أنا ولا أنت ليه حد قريبك في الجيش قاعدة كده وانت وانت في ساعة صفة بتشرب معاشها يقول له صحيح الجماعة اللي في سنة دولا بيسلموا سلحهم واسمع منه مش كيف أقولك ما تاخدش كلامي مصدق أكيد زباط الجيش دولا يعني مش جايين مش نازلين من الفضاء ده كلهم أفراد في الشعب المصري كل عيلة فيها ظابط جيش كل عيلة فيها ظابط جيش انت عاد كده معاريبك كده ابن خالك ابن عمتك أخوه كله صحيح الكلام بيقوله صبك للجماعة ده نسلموا السلح مستحمل بقى اللي هيقوله لك نشوف بقى الفيديو اللي بيتكلم فيه على فلوس إبراهيم العرجاني 2010 اجتمع عدد من مشايخ سيناء وبدأوا في وضع لبنات شركة مصر السيناء اللي تأسست في 2012 بحضور 250 من مشايخ سيناء و28 قبيلة في هذا الوقت كان رأس المال كام 2012 ما كانش الرئيس السيسي وصل السلطة كان رأس المال 450 مليون جنيه من مين؟ من أبناء سيناء يعني أنا عشان أوضح وبسط والناس برضو مهمة لإنتك بتقوده بساد مصطفى من أبناء سيناء أنا بقولك 28 قبيلة و250 شيخ كانوا المؤسسين لهذا الأمر يعني القبائل في سيناء بأؤكد تاني القبائل في سيناء في 2012 هي اللي جمعت من فلوسها وملها وأسست هذا الكيان وخلت إبراهيم العرجاني كبيرها بل بالعكس دول جوم هنا وفي القاهرة واكتمعوا سويا في حضور مسؤولين وكان بداية 450 مليون جنيه في وقتها ما بيعرفش يصبك لسانه ما بيعرفش يصبك لسانه ما بيعرفش قالك في حضور مسؤولين طب في حضور مسؤولين ليه؟ الناس بأسسوا شركة الرواية دي تدخل دماغك الرواية دي تدخل دماغك بكم تدخل دماغك بكام بتنات تعريفة مش هيخسين كلهم جمعوا كل الفلوس اللي بيتهم قالك ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لديه فضله زاد فليأتي به عارفين الحديث ده لما كل واحد جاب اللي عنده وفرشوه كده في على الفراش والجيش كله كل أهل سيناء هيجيبوا كل الفلوس 28 قبيلة وميات المشايخ وهيجيبوا الفلوس كلها اتفضل يا أستاذ إبراهيم شيخنا للأسد الدرغام اتفضل يا أبو عصام ربنا معاك يلا عيش وخلينا احنا نعيش السؤال بقى ربعمية وخمسين مليون دولار كانوا مع مشايخسين يعني ربعمية وخمسين مليون نص مليار سنة 2012 سنة 2012 كان الدولار انتو عارفين 2012 ساعة مرسي الدولار وصل ستة جنيه ونص ودينا عمله تمرد عشان الدولار وصل ستة جنيه صح؟ يعني الدولار كان قبل كده أقل من ستة كان الخمسة والشاي فالربعمية وخمسين دولار تقريبا ماتين وخمسين مليون دولار مش كده ولا ايه ولا انا لخفنت خمسة ربعمية وخمسين اه تسعين تسعين مليون دولار تسعين م..مئة مليون يعني مئة مليون دولار تقريبا ده ماشي بدوا يسينا معهم مئة مليون دولار راحوا طبعا ما جابوش كل اللي حلتهم ها؟ انا بقولك السيناريو بتاع مصطفى ما جابوش كل اللي حلتهم كل واحد طلع جزء بسيط كده وكونوا صروة ودوها للسيد إبراهيم العرجاني وقالوله عيش يلا يا ابو قصام يا شيخنا الأسد الدرغام معاك ربنا وابو قصام مكدبش خبر والربعمية وخمسين مليون دولار جنيه حسب كلام الاستاذ مصطفى بكري تحولوا خلال عشر سنين ها؟ إلى عشرات الأضعاف من هذا الرقم يعني انت لما تيجي تقيم الأصول بس لما تيجي تقيم الأصول بتاعة شركات إبراهيم العرجاني تشوف هتوصل لكام النهاردة فالرواية دي تاكل معاك؟ تاكل معايا خلاص انت راجل زريف وزيل فل طيب ايه تاني بقى الأصول إبراهيم؟ قالك كبر حجم صروته كبرت عشان مشارك رجال أعمال مصريين وعرض نسمع الكلام الأسامي الرئيسية اللي بتتكلم على هذا الموضوع كلهم ضد الدولة كلهم كان لهم علاقات بالإخوان كلهم لهم علاقات بإسرائيل كلهم كانوا ضد الجيش ومنهم من كان يقول يسقط حكم العسكر ده واحد منهم ده وقف في مجلس النواب وقال يسقط حكم العسكر في مجلس الشعب 2005-2011-2012 ده وسام شرف على فكرة وسام شرف اللي قال كده يسقط حكم العسكر ده وسام شرف يا أهبل مش بيادة العسكر طيب السؤال التاني بقى ليه ما يعلنش الأستاذ إبراهيم الأرجاني عن شركائه؟ كبار دول عنده شركاء عرب من الكويت والبحرين و قطر والإمارات و أمريكا ليه ما بيطلعش لستة بقائمة الشركاء؟ بسيطة جد يعني سهلة خالص والله ده مش فلوس يا جماعة ده فلوس واحد اتنين ثلاثة اربعة دي بيينلك قد ايه هم مأزومين وهذه الحملة لمحاولة تبييد وجههم القبيح لا تثمر عشان كده بقولك لو انت بتتفرج الكلام ده كلمة عك يعني انت عادت كده تسمع بتسمعني وبتسمعوا احنا بنعرض لهم كلامهم يستجري فيهم واحد يقطع مقطع من اللي أنا بقوله ده و يعرضوا على الشاشة عندهم قطع على قابتوا ليه لأنه هيسمع الناس منطق تاني خالص الله 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 إيه اللي بيقوله الجدع ده؟ لك ايه حبي تجيبلك كلام اهو كلامه الفيديو ما تلعبش بيقالك ده الفيديو بتاع بتاع فصيل ده تقص وتلعب فيه هو برده اللي تلعب فيها مصطفى طيب خلينا نشوف الاخ مصطفى و بيواصل وصلات تطبيله بتلع الدنيا كلها ما هاتش هايزايد على عفتاح السيسي ولحد هايزايد على شيخ إبراهيم العرجاني بمواقف الوطنية المعروفة انك عايزت الدعي تجذب اجذب زي ما انت عايز تعال يا سيدي شوف إبراهيم العرجاني واحنا معاه في المؤتمر قسما بالله أنا شخصين كنت أعلان عليه لما دخل وسط الالاف والناس بتحضن فيه و مين اللي كانوا حواليه مجموعة من الشباب بتلع يا قلب أمه يا قلب أمه كان قلب أمه عليه تعارفين مصطفى بكري يعني حنية الدنيا كلها فيه و مصاكني بتكلب على الكذب والله ما قدري كيف سيلاق الله بكل هذى الكذب دا عدل ربنا انه يفضل كده زي ما قلت لكم أخوه مات أخوه الصغار بحمود كان أحسن منه شوي عشان يتطعز لكن لا والله أبدا ليس هذا يعني من عدل الله منعاش على شيء مات عليه دا اللي قالك مرسي كان بثلاثة مليون جنيه بط وجاب كورسي مش عارف بثلاثين ايه بيتكلم على الكذب دا اللي عمل كتاب عن سعودية تيران وصنافية دا بتكلم عن الكذب دا اللي أنا وريت لكم المرة اللي فاتت المقال اللي كاتبه عن مبارك نفس ناص الكلام اللي بقوله عن استيثي بيتكلم عن الكذب عشان كده يا جماعة انت لو مكنش برضو ليك جزء كده من دينك ترجع له هتبقى تاية هتبقى تاية لازم عندك جزء كده من الدين يديك ثبات شوية ثبات فعالي وتغزيه روحية ديلي دين نبي صلى الله عليه وسلم قالك الفتن فتن كقطع الليل المظلم تجعله الحليمة حيرانة زمينة يؤمن فيها الخائن ويخوم فيها الأمين بيتقال علينا احنا الخوانة اه والله وهم الوطنيين على رأي واحد يقولك النكتة دوقتي ايه قالوا الوضع تغير خالصة برايس فاكرين الفيلم العبقاري بتاع فيلم ثقافي بتاع المخرج العبقاري محمد أمين اللي هو عمل تاية أربعة فلام بس كلهم عبقارية فالوضع تغير خالصة برايس احنا الخوانة الإرهابيين بندافع عن ان الدولة بس هي لتشيل السلاح والوطنيين بيدافع عن ان المليشيات تشيل السلاح فالدنيا صعبة جدا ما كانش عندك شوية سبات من من أمر كده تتحسر فبستوى بالكلم عن الكذب والله بقولكم بس سبحان الله احنا ما يعني لا نتقلع على الله بس مش عارف كيف سيلاق الله بكل هذا السجل من الكذب مش هو عايز اقول لكم المرة التانية اتعمل في ايه بعد التصريح ده اتسافلت بس الجماعة هناك مفيش الجماعة هناك مفيش كده الجماعة نعندهوبش يوم مرحميني ده بيدخل بالأب والأم والست والسيد والجد والجدة بتقوله ده بتقوله ده وتطلع تعمل كذا لا نعمل فيك كذا هو عارف طبعا ان انا اللي بقوله ده مئة في المئة صحيح طلع الاستاذ مستفى بقري يداث عن ابراهيم العرجاني وعشركة هلا 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 والله بتاعة الاستاذ ابراهيم العرجاني اجي في شركة هلا مثلا اللي بتسير الكلام الكتير شركة هلا طول عمرها موجودة عشان تؤدي دور خدمي ملياش دعوا بالمعبر بيدخل الواحد من المعبر بيحضروا له عربية مرسيدس بتاخدوا العربية دي بتعد بيف سينا وتأمنوا توصلوا للفندق اللي هو عايزوا ويخلص ترجعوا تاني مقابل مبلغ من المال تمام ودي ملهاش علاقة من الداخل والخارج فاذا كان حصلت بعض مظاهر انحراف الشركة بريئة منها الدولة المصرية بيريئة منها يسألوا مين اللي بيقاعد في هذا الامر ويسألوا مصر عملت ايه وقبضت على سبعة اشخاص وبين اسماء مين يا حبيبي؟ مين يا حبيبي؟ ما تقول يا حبيبي مين الاسماء؟ مين اللي بتقاعد تقصد حماس هي اللي كان بتاخد فلوس بتطلع الناس؟ قلت لعقول كده يعني العرجاني بريئ والدولة المصرية بريئة ام الله يرحمه اللي كان بتقبط ام كان بتروحها رفح روحها تهفف هناك وتقبض الخمس تلاف او السبع تلاف و ده مفيش وسيلة اعلام غربية ايه لو كلمت في الموضوع؟ مفيش وسيلة اعلام ايه لو كلمت في الموضوع؟ ده ايه ان يعني انتم جايبين ايه يا جماعة بتاعت ايه؟ ده التليجرال بتاع ده واشنطن بوست والستريت جورنال كله كلم معرفش طبعا الصورة دي من ايه؟ سأنا ما بص كده؟ سانداي تايمز زي سانداي تايمز دي السانداي تايمز وقوله كل بقى لو انت جبت عشرين صورة هتلايوك ده انتم فضحتكم بجلاجل ده انتم فضحتكم بجلاجل بلاش السانداي تايمز وبلاش الولوستريت جورنال وبلاش بولونبرج اللي طلع اعرادة عليها ضيع رشواء خلينا اسمع صوته صورة الناس بتقول ايه؟ ياض ياض اسمع يا عم اهلي غزة بيقولوا ايه؟ نعمل تنصيق انا و اهلي اربع اشخاص بدنا نسافر لنعمل تنصيق كيف المطلوب لهيك شغلة؟ اربع دولار والصغار الاختار احضار بلتين الصغار تحت الستاحش بلتين طب ما فيش اقال منهيك تنصيق؟ انا احنا عائلة مكونة من عشر افراد حاولنا نطلع من الغز بسبب الحرب والدمار لكن توصلنا مع احد المنصقين طلب على الفرد الواحد حوالي سبع تلاف دولار حاولنا ندبر المبلغ بس فيه ناس تانية مش ملاقي المبلغ قلية التنصيق حكالي انه بتأمن فلوسك عند محل اصرافي اول ما يطلع الاسم وتغادر الصالة المصرية انك تختم جوازك حروج من فطاع غزة انا بتواصل مع معاك وبتواصل مع محل اصرافي وباخد فلوس امور صعبة هي كانت والمبلغ كبير عالي يعني عشر افراد حوالي على سبع تلاف دولار حوالي سبع تلاف دولار مبلغ خيالي في الفطرات الحالية تانسيق سابقا كان سعر حوالي خمسمائة دولار 450-350 دولار بس اليوم تتكلم في ظروف استثنائية في حرب سبع تلاف دولار جدا جدا غالب احد المكادر طلب مني 8000 دولار على الشخص وفي طلبه مني 7000 دولار انا مبلغ خيالي خيالي صار تبتر نفسك يومي يعني اليوم عم يزيد السعر ومفيش اي خيار اخر سوى ان تدفع حتى تسافر الخدمة كان ثمانها 300 دولار ليش يتضاع السعرها 20 دولار شركة انا شركة موجودة اصلا الغرض منها تقديم خدمات فيه اي بلا المسافرين من معبر رفح من قبل الحرب الخدمة يتضمن بيختبونها بجوازك بشكل اسرع بتبع فيه ساعة انتباه طويلة كان سعر بتراح ما بين 300 دولار 600 دولار في الوضع العادي احيانا في وضع الازمات التلتوصل لما سكن المعبر تماما في الحرب وفتحت شركة بشكل رسمي لتسجيل الناس تعطلت جميع الكشوفات الاخرى اللي كانت تصدري ولحتى فيناس مطلع من السفارات الاجنبية برازيل استراليا امارات سعودية كذا كل واحد الان تعطل الامر هذا كل ليصبح فقط من خلال شركة اهلا حتى انا انا بتوصل اليوم مع السفارة الامريكية في القدس اللي بلغوني بعشرة يناير انه بعتوا اسماء اهلي للسلطات المصرية اللي اخراجهم من معبر رفح لحد الان لم يخرجوا احنا ليس لدينا سلطة على هذه السلطات وانما ارسلنا لهم الاسماء سابقة وليس لدينا اي اه كفاك يا مصطفى الشهادات دي ولا لا كافتك يا قصواء الشهادات دي يا رب كفاك على فكرة الشهادات دي جابينا من قناة الحرة اللي يتابع ليكو يعني تاع الجناح التاني مش الجناح اللي مش بيعجبكو الجناح بتاعكو قالك الاسماء بتطلع اسمك بيطلع برضو يا مصطفى حماسه اللي بتطلع الناس تروح تختار اسماءهم من القاهرة يعني الاسماء بتختار في القاهرة مش كده لحش كده بقولك يا جماعة الواحد بيتعجب والله يعني هو الحق محتاج جهد عشان تصله لا والله ده انت بس انت اللي انت اللي عشمان انه يبقى انت اللي عشمان انه الباطل يفضل هو الصح انت اللي بتحب الباطل انت اللي بتحب كده كده حق قضع جدا و ربنا سبحانه وتعالى ما يعزبناش ابدا على شك ربنا ما يعزبكش على شك لازم على يقين انت شايف وبتختار انت شايف السكة هي قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في صحاب السعير ما هي السكة يا واضحة فالدنيا واضحة يا جماعة الدنيا واضحة انا بصراحة بالضع ابراهيم الأرجان دهنا أقولتكم أننا سيطر على نفس النهاردة عشانا عبدما يتعبش تانى و يعني نكفي بناكتفي بهذا القدر من كلامنا عن السادة ابراهيم الارجاني و عن ما يحدث و عن الاسهة والقلم اللي بيعتصر قلوبنا الحقيقية على بلدنا الغالية العزيزة اللي للأسف بتروح مننا و ربنا يا قدرنا أي و يؤدر حتى الأجال المي بعدينا وإدار ورقاوها جاري